موسيقى 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 عمتي انا خايفة جوي ومش متطمنة بقولك ايه؟ كفية لانا فيه انا مش ناقصة عايزة تساهمني انت خايفة على كريمة طبعا خايفة عليها مش مرة عمي جلبي حيوجف من الخوف عليها كمان يا رب محكمة نادع القضية منها لسنة 2019 سينة جودة حمدة ايوي باشا ايوي انا موجود؟ عندي كم سنة؟ ثلاثين نادع المتهمة التانية كريمة سليمان عبد التواب ايه مش موجودة؟ مش موجودة يا رئيس ماليسة موجودة حضرة القاضي انا موجودة انا موجودة انا موجودة هو انا موجودة حضرتك انا كريمة سليمان عبد التواب انا موجودة انا موجودة انا موجودة فاكراك عامل ايه دهوت؟ بخير الحمد الله بجولك ايه دهوت؟ او امري انا عايزاك بخدمة ولو عملتها هعمرلك جيبك اعمريلي جيبة وانت حلتك حاجة هتقدر تعمل الخدمة اللي هقولك عليها؟ اقدر طبعا بس خدمت ايه دي؟ عايزاك تراجب بيت محرم وتشوف ريين بتخرج امتى وبتيجي امتى وبتقابل مين وبتقعد مع مين ومين جوا البيت ومين براع والنهار ده قبل بكرة قلت ايه؟ قلت امين اللي انت عايزاك يا ست الناس ربنا يسطر نورت يا كريم والنبي الدنيا نورت تصدق بالله؟ ندرا علي والندر امان لما تشرفي عندي في العنبر انا هعملك زفة تلك بيك او الله قبل ان اتحدث عن اتهام النيابة لموكلتي وبيان انه لم يبنى على اساس من الواقع القانوني واقوال الشهود اطلب من المحكمة تعديل الوصف والقيد الذي جاء بقرار الاحالة من تهمة الاشتراك في قتل المجن عليه الى تهمة التحريض على قتل المجن عليه حيث ان موكلتي لم تقم باي اجراء تنفيذي للاشتراك في هذه الجريمة بل ان كل ما ساقته النيابة لاتهام موكلتي هو مجرد اقوال المتهمة الاولى التي اعترفت صراحة بالجريمة وانها قد استلت سكينا وتعنت به المجن عليه فاردته قتيلا هل قالت ان موكلتي ناولتها السكين؟ او انها قد اجهزت على المجن عليه وقيدت حراكته لتقضي عليه المتهمة الاولى؟ لا لم تقل يا سيدي ابدا بل ان كل ما قالته انها تحدثت مع موكلتي في امر تضررها من ظلم المجن عليه ومعاملته القاسية لها فما كان من موكلتي الا ان رددت المثل الشعبي الشهير زبوري على جارك السوق لجيله نصيبة لا يرحل فلا اظن يا سيدي انه يكون الباعث على الجريمة مجرد قول لموكلتي بل الامر مبعثه سبب خفي لم تستطيع النيابة الوصول اليه ان هذا السبب هو الباعث على الجريمة وليس تحريد موكلتي والتي رفعتها النيابة في قرار الاتهام الى مرتبة الاشتراك في الجريمة ان العلاقة الاثمة بين المجن عليه والمتهمة الاولى هي السبب العميق الذي اغر نفس المتهمة وحركها لتمسك بالسكين وتقضي رغبتها للتخلص منه تخلص من مستعبد طالما اذاقها الالم لكل هذا اطلب من المحكمة براءة موكلتي من التهمة المنسوبة اليها تأسيسا على كون موكلتي لم ترتقي الى التحريض على القتل كما اطلب تحريات المباحث بشأن وجود علاقة اثمة بين المجن عليه والمتهمة الاولى وما اذا كان المجن عليه حسن السير والسلوك من عدم حسنة ترجمك عمل ايه؟ جاد الربنا يفك كربك ياختي هاي فوزي قوليلك كريمة جات معاكي كريمة راحت للمحكمة ليه؟ بيتها قلت لها مطرحش هي جات لوحدها مروان حجاز لها غرفة في الفندق ثبتها وجات القاضي حكم؟ لا أجل شهد فين؟ شهد في مصر تعمل ايه؟ تيجي تقول انها يلا حيحصل وفان مروان؟ وفان حسن؟ كريمة مش هتتحمل يوم واحد في الحبس كده؟ محدش في يده يعمل حاجة ياريت اللي انا شايفاه ده كان من زمان كريمة بتكفر عن اللي عملته في الدنيا عشان لما تجاب الوجه كريم ساعتها هفيش كلام يتجال رايحة فين؟ تعبانة دماغي فيها بابور طحين من الصبح مش قادرة عايزة اشوف الواد هتطمن عليها هتعمل ايه يا جبري هتعمل ايه؟ يمكن صح؟ ربنا عاوز يغفر لكريمة طيب وانا الحك روحي كيف؟ هجول لي هربنا ساعت حسابه هجول ايه واعمل ايه؟ انا متشكرة قوي على وقفة الجمل ما تقوليش كده انا معاك لغاية ما المحاكمة تخلص انت ايه رأيك؟ في ايه؟ في موقف مامو انا محتاج اعمل لها زيارة محتاج اتكلم معاها بس عشان اكون صادق معاكي البراقة صعبة قوي انا حاولت اقنع هيئة المحكمة بكل الطرق بس صعبة كنت عايز اتكلم معاك يا عزت شاهد انا اللي محتاج اتكلم معاكي شاهد انت من يوم ما سافرتي وانا ما بطلتش تفكير ومخي عمال يجيب ويودي لو قلتلك ان انا ما نمتش ولا دقيقة جايز ما تصدقنيش شاهد انا محتاج الجنبي هو ده اللي انا واصف منه بس صعبة صعبة يا شاهد بعد اللي اسمعته واللي عرفته صعبة مش عارف اقولك ايه انا عارف ان انت كنت عايزة تجيبي حقك باي طريقة وان عقلك دفعك انك تجيبي حقك هيد المشكلة شاهد